شخصين وإصابة ألف شخص صنويا في وقت يتساءل فيه المواطنون عن توفير المصر العقربي تفاصيل أكثر في تقرير زكريا مدح وزميلة ورداقشش مع ارتفاع درجات الحرارة تسجل أغلب المؤسسات الاستشفائية بعين وسارة ولاية الجلفة ما يقارب ألف حالة تسامم عقربي والتي أصبحت تثير هلع السكان الذين طالبوا بتوفير المصر لا نسجل حوالي من سبعمائة إلى ألف حالة سنويا وللأسف عدنا في الثلاث سنوات الأخيرة حالتين كل في كل عام حالتين وفات بلدية وسارة كانت بادر ديما بتوفير المصر والمضاد للعقرب لأوين الأخيرة ما زال ما نسجلناش معطيات كافية أنه بالبلدية عين وسارة قدرة توفرها الدواء راح يكون لقاءات مع المواطنين مع البدو والرحل المضارس نوروا لهم هذا العقرب ووش لازم ندير ما ندير العادات القادمة ما نشلطش ما نجرحش ما نمصش الدم الوقاية خير من العلاج هو شعار السلطات والمختصين الذين يبذلون قصار جهدهم لتفادي هذا الخطر نظرا لارتفاع عدد الإصابات نتلقى لساعات عقربية على مستوى العام وخاصة في الفترة الصيفية فترة الصيف وهي دائما في تزايد ونعمل نحن على مستوى الصيد المركزية والإدارة على توفير هذا المصل خطر لساعات العقارب يزداد يوم بعد يوم خاصة مع فصل الصيف وهو ما يستلزم متابعة طبية بعيدة عن العلاجات التقليدية أطلقت مصالح والتجارة بولاية إضرار بالتنسيق مع عدد من القطاعات وجمعيات حماية المستهلك قافلة تحسيسية ووقائية لدى مخاطر التسممات الغذائية حيث تستهدف هذه القافلة مكن نقامة الوعادات الدينية التي تشتهر بها الولاية خلال هذه الفترة تحصبا لحلول شهر رمضان والارتفاع الشديد لدرجات الحضرة ميكروفون يمين بالعن وهذا القافلة التحسيسية وخصوصا لتزامن فصل الصيف وشهر رمضان ليعرف ارتفاع شديد في ولاية أضرار لدرجة الحرارة رايحة تمس المناسبات الدينية الولائم والزيارات المعروفة بالزيارة خصوصا لتجنب التسممات الغذائية لدى المواطنين وسنحاول إن شاء الله من خلال هذه الأبواب المفتوحة أن نبلغ المواطنين ونبلغهم رسالة بدرورة الوقاية للسممات الغذائية خصوصا في تحضير الوجبات الجماعية وبما أننا على اقتراب وعلى مقربة من شهر رمضان المعظم فإننا نلتمس من المواطنين وندعو المواطنين الالتزام الحيطة والحادثة أمنيا أوقفت مصالح الجمارك بولاية تبس شاحنة ذات مقطورة محملة بـ 600 قنطار من مدة النحاس كانت موجهة للتهريب نخوة تونس العملية تعتبر الأولى من نوعها من حيث الوزن ونوعية المادة المهربة إلى موضوع السكن أشرفت السلطات المحرية بولاية سيد ابن عباس على تسليم المفاتيح لفائدة 198 مستفيد من السكن الترقوي المدعم بعد انتظار دام أكثر من 14 سنة وهذا قد تم توزيع 584 مسكنا على مستوى الدوائر التقية كانت لمنسلنا عبدالكريم عشور هذه السكنة رانديلينها أمفا بوست بال2005 هذا هو الورب يفرج تاكات أغزان بزيف الفوم اللي يقولها ونشكر سيد الوالي هو اللي عاوننا أنا فرحانة بزيف ونشدت الحال فرحة جاتني قدام سيدنا رمضان ونشكر والي ويلة سيد ابن عباس والدولة تعنا وشاف ضايرة من ولاية غلزان إلى شرق الوطن وبالتحديد إلى ولاية تسكيك حيث لن يكون عيد الفرولة الذي تشتهر به هذه الولاية كالعادة سيما وأن خلافا نشب بين السلطات المحلية للبلدية والوصاية بخصوص تنظيم هذا اللعي تفاصيل أكثر في تقرير محمد حمدة بعد أن شغل الرأي العام عن إقامته من عدمها فجر عيد الفرولة الذي تعرف به ولاية تسكيدا فجر خلافا بين السلطات المحلية للبلدية والوصاية عندما أقدمت الأخيرة عن نزع حقية التنظيم من الأولى أنشأ لجنة ولائية يطرأسها سيد ودي الولاية يشترف على هذه اللجنة كممثل سيد وليسيد رئيس دايرا ويقوم بتنظيم اللوجستيكي السيد مدير المصالح الفلاحية وهو الأمر الذي أطار حفيدة السلطات المحلية لبلدية سكيدا أين كشف رئيسها؟ بأن هناك دورة طارئة للمجلس لدراسة هذا الأمر سيد الولي نحن دلنا مداولة على مساولة المجلس البلدي ومديننا لجمعية هذه لبسكم من جمعية هذه مدتش من 2015 مدتش كانت تخدمة أكريدي بين الرجل الرئيسي والناس الناس حاولوا أبزيخ مع سيد الولي سيد الولي عنده 14 مجالس كيدا ما عربيوش كيف هزيها أنا نقول هذه حفلة سكيدا ما نخدموش من يقول مش نامش مع المالولي نحن عمنا مجلس طاري في أقرب وطر إن شاء الله مع أعضاتها البلدية أنترحوا إنشغال هذا وبين هذا ودعك يبقى الأهم بالنسبة لسهيديين هو إقامة عيد الفراولة الذي اعتادوا عليه منذ تمانينات القرن الماضي تعد قرية أثل جايد بولاية تيزيوزو من بين أولى القورة التاريخية التي بنيت بمنطقة القبائل حيث صنفت سنة 2006 كتراث وطني لتعيش بعضها إهمالا وتهميشا تفاصيل أكثر مع صفية إبرودان وورداقشيش هي من بين أولى القرى التاريخية التي بنيت في منطقة القبائل إنها قرية آثل قايض من عرش وضية قرية تتميز بمنازل طوبية قديمة صنفت كتراث وطني سنة 2006 لتعيش بعدها إهمالا وتهميشا تام المتجول في أزقة هذه القرية يعرف لا محال أن كل شبر منها يحكي عبق الماضي وذكريات سكانها الذين يتألمون من رؤية جزء من ماضيهم ينهار أمامهم ما تحتاجه هذه القرية هذه القرية هو تظافر الجهود للحفاظ على هويتها التقليدية والعمل على جعلها كمتحف مفتوح القصور القديمة بجونت كنوز سياحية مميزة للمنطقة الجوهرة تحاكي زمنا عاش فيها السكان الأصليون غير أنها اليوم بحاجة لإعادة الاعتبار تفاصيل أكثر مع برزاق حاجي وزميلة حميدة بين أزقة هذه القصور العتيقة يفوح عبق التاريخ وتروي هذه الحجرة حكايات أناس مروا من هنا ورسخوا حكاياتهم بمبانيهم التي لازلت شهيدة على ذلك كقصر يلمزان وجهيل وقصر المهان قصر جهيل وقصر المهان وقصر ظلواز هدو الساكن الأولى في مدينة جانيت يعني الناس الأصليين تعجانيت رام ساكنين في هذه القصور هذه القصور واحدة من المواقع السياحية والأثرية التي لطالما تعرفت بها الجوهر جانات غير أن الإهمال الذي يطالها أفقدها بعضا من رونقها لا أظن أن يصمد أكثر من هذا العمر الذي لقاه ما يقارب ستة قرون إلى حد الآن لذلك نرجو أن تكون هناك ترميم والتلتفات للسلطات سواء المحلية أو أي سلطة خاصة وزارة التقافة أن القصور هذه تتصنف في أسرع وقت وبالتالي يتم ترميمها إعداد دراسة معمق لحماية هذه المناطق الأثرية بات ضرورة حتمية لحماية هذه الكنز السياحية والتراثية من الاندثار وفتح الباب واسعا للدفع بعجلة التنمية السياحية بالجنوب الكبيرة ترجمة نانسي قنقر